السلام عليكم لو سمحت يا دكتور ابني شهر ونص وعايزة أدخله رضع صناعي بالليل عشان مش بينام يعني حضرتك اللي عايز تمام مش تمام يعني يعني انت اللي عايزة مش جهة طبية اللي قالت لك وبيفضل يعيط حضرتك تنصحني بايه طيب فاكرين السؤال الأولاني خالص لما قلنا فاكرين الطفل اللي عنده شهر ونص قلنا الوزن المتوقع الوزن المتوقع عنده شهر ونص قلنا ايه فاكرين السؤال الأولاني 1200 جرام يعني كيلو ومتين جرام بنحطهم على وزن الولادة عشان نعرف الطفل دا اللي عنده شهر ونص وزنه قد ايه من الوزن المتوقع قد الوزن المتوقع ولا أقل ولا أكتر وقلنا الحزبة دي بتحصل ازاي 200 جرام كل أسبوع والشهر أربع أسابيع فالطفل عنده شهر ونص يعني ستة أسابيع 200 في 6 بـ 1200 أو كيلو ومتين جرام طيب مبدئيا قرار ادخل رضعة أو رضعات صناعية هو قرار طبي وليس قرار انطباعي من حضرتك بمعنى أن حضرتك ممكن تقولي أنا حس أنه هو مش بيشبع أنا حس أنه هو بيعيط أنا حس أن لبني أو رضاعتي له مش كافية أنا قالولي أنه هو صغير عن حجمه أنا قالولي الانطباع مهما كان مصدره حتى لو كنت حضرتك كأم في أقرب بقى للطفل دا من حضرتك في الكون كله أنت أقرب إنسان له على وجه الكرة الأرضية انطباع حضرتك شكرا احتفظي بانطباعك لنفسك إذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك رأي طبي ودليل طبي يؤكد احتياج هذا الطفل لرضاعة صناعية تكميلية يبقى كلام حضرتك وإحساسك وشعورك ويعني ملاحظاتك قاسف يعني في في إطار التخيلات وفي إطار الانطباعات مش إحنا بنقول الانطباع الأول لا الانطباع دا بعد كده بقى في حاجات اجتماعية وبتاعه إنما فيه ما يخص الطفل الحكاة مش بالانطباعات الطب مفيهوش انطباعات الطب فيه تشخيص الطفل دا وزنه قد إيه؟ بيحقق معدل النمو اللازم له ولا لا خلا؟ محتاج ياخد على طول رضاعة والدكتور هيقولك على طول تمام كده؟ طيب قلت يا حضرتك أسان عايزة تديله رضاعة صناعية في السؤال قلت عشان مش بينام الله طب ما هو فيه أسباب كتيرة قوي يخلي الطفل ما ينامش دا فيه حاجة اسمها مقلقات النوم مقلقات يعني اللي هي حاجة بتقلق من الألأ يعني مقلقات النوم الداخلية والمقلقات الخارجية هو إيه المقلقات الداخلية والمقلقات الخارجية؟ هقولكو برضو دا احنا بالصدفة في نفس الحلقة فاكرين لما كلمنا عن أسباب البكاء برضو في أول حلقة وأنواعه لما قلنا فيه بكاء الجوع وبكاء الغضب وبكاء الألم فاكرين طبعا واللي ما شافش أو اللي عايز يسترجع تاني ارجعوا لوسائل التواصل وارجعوا لليوتيوب هتلاقوا كل الكلام اللي احنا بنقوله دا موجود تمام؟ المقلقات الداخلية على رأسها الجوع إن الطفل يبقى جعان فمش هيناموا جعان صح كده؟ تمام لكن فيه أسباب تانية خلاص فيه أسباب ممكن يكون متألم لقدر الله عنده مغس أو عنده غزات زي برضو ما جبنا السيرة دي في السؤال الأولين خلاص كده؟ أما إيه المقلقات الخارجية؟ المقصود بالمقلقات الخارجية أو المقلقات الخارجية هي ليس لها علاقة كل ما لعه علاقة بخارج جسد الطفل أو خارج جسمه يعني إيه؟ يعني مثلا الطفل عايز يغير الطفل عايز يغير مش مرتاح عايز يغير الطفل لابس حفاظة دياء عليه ما فيه أحيانا أو الطفل لابس حفاظة أنت ربطاها جامد قوي فأنت بس الحكاية كلها أنك تختاري بقى المقاس المناسب حسب الوزن خلاص فالطفل لو ربطاها قوي أو يعني عاملة اللازق بتاعها قوي دايق للطفل ويدايقه الطفل ما ينامش لو الدنيا ظلمة جدا ما ينامش الطفل ما ينامش لو الدنيا نور جدا الطفل ما ينامش لو الدنيا دوشة والدوشة دي مش من وجهة نظركه يعني ما تقولوش إيه ما إحنا مشغالين التلفزيون بصوت واطي لا اللي يزعج الطفل الصغير ده الدوشة الصغيرة برضه ده فيه بقى ناس كمان يبقى مثلا منايمين الطفل وجنب منه مثلا شباك ولا حاجة والشباك ده مقفول صعيب بس فيه أصوات عربيات ومشا مش قصدي يعني إن إحنا هنقول طب هنروح فين ننطقي أكتر مكان هادي قدر المستطاع إن إحنا عشان الطفل ما يحسش بالدوشة والدوشة دي ممكن تبقى كلامنا إحنا شخصيا على فكرة يعني صوتنا إحنا عامل دوشة تمام؟ دي كلها المقلقات الداخلية الخارجية الملابس بتاعت الطفل ديقة عليه شفتوا فيه كم كم حاجة كل الأسباب دي حاجة منها أو أكتر تخلي الطفل ما ينامش فهمتي قصدي؟ طيب السؤال اللي بعده صباح الخير أو مساء الخير يعني حسب طبعا توقيت إرسال السؤال لو سمحت بنتي أربع سنوات هو غلط أشربها لبن الصبح وتنام تاني طيب هو طبعا أربع سنوات أنا بقى بسأل هي ليه تنام تاني؟ يعني هي طفل مفروض بيصحى منهم الصبح؟ بيصحى فليه تنام تاني؟ هو ده يعني أول سؤال وليه اللبن بالتحديد؟ يعني ليه عايزة تشربيها لبن وتنام تاني؟ وبرضو هزود في الأسئلة طريقة إعطاء اللبن دي عاملة إزاي؟ هل بنشربها اللبن في كباية ولا في ببرونا؟ لأنها سنها كبير يعني أربع سنين مفروض بقى خلاص سبنا الببرونا دي من زماني عايزة أقول لحضراتك بس حاجة مهمة قوي إن ممكن يكون السبب أنا بتخيل بقى لأن معلومات مش كافية في السؤال فممكن يكون السبب إن الطفلة دي مثلا بتصحى وبعدين تنام تاني عشان ما خدتش كفايتها في النوم فأنا عايز أكلمكم عن مساوئ عدم انتظام النوم الليلي عدم انتظام النوم الليلي يعني لو النوم الليلي ده مش منتظم سواء في الموعيد يعني بنلخبطه إحنا أو في الوقت الكافي يعني الطفل ما ينامش كفايت النوم يا جماعة المضطرب أو النوم الأوليل أنا كل ده بتكلم عن النوم بتاع بالليل ما لنجدعه بالنوم الظهر ده خالص بيأثر سلبيا على حاجات مهمة جدا في جسد الطفل أو في صحة الطفل بيأثر على جهاز المناعة عدم انتظام النوم أو عدم كفاية النوم يؤثره سلبيا على المناعة يؤثره سلبيا على الهضم جهاز الهضمي ما يشتغلش كويس يأثره سلبيا على الحالة المزاجية بيبقى فيه سوء للحالة المزاجية طفل يقوم مزاجهم قريف عامل زينا بالزبط زي الكبار لما ننام قليل ونقوم كده بنبقى مقريفين ومتدايقين ده كمان عند الأطفال بيكون فيه حاجة ملحوظة نقص مهارات التناسق يعني إيه؟ يعني تلاقي الطفل اللي مثلا بيلعب بحاجة أو بيجيب حاجة تلاقيها مش عارف يركبها كويس أو بيخطئ الحاجة يجي يمسك الحاجة الحاجة تقع منه خلق دي بتبان قوي نعرف على طول ان الطفل ده مش كويس بالليل كمان من ضمن العلامات بتاعة عدم انتظام النوم أو اضطراب النوم الليلي الإرهاق السريع إن الطفل ده يتعب بسرعة بخلاف كمان إنه ممكن يكون فيه لقدر الله يحصل مشاكل في النمو في النمو لأن هرمون النمو هرمون النمو ودورة حرق الغذاء اللي هي الميتابوليزم خلاص يعني هرمون النمو ده بيفرز بالليل بيفرز وإحنا نايمين وأنا بكلم هنا على الأطفال الصغارين ده غير كمان الكوابيس المتكررة عشان كده أنا بقول يعني عايز أقول كلمة لهواة الصهر ومعهم يعني الأطفال يعني فيه ناس بتصهر ويقولوا إيه ولادنا بقى يصهروا معنا طالما احنا صهرانين يا جماعة ده غلط كبير قوي يعني غير إن حضراتكم بتضروا نفسكم بتضروا صحتكم وإحنا عملنا حلقة قبل كده وقلنا فيها دراسة عن مساوى قوي الإفراط في الصهر أو قلب اليوم كمان إن فيه ناس بتقلب اليوم أنا كمان بتكلم على إن فيه ناس ممكن الموضوع يزيد بقى معاها ويقلبوا اليوم ده غلط كبير جدا جدا أنتوا سمعتوا قوي دلوقتي مساوى اضطراب النوم أو تأخيره أو عدم كفايته على الأطفال حطوا بقى نفس الكلام ده عليكم أنتوا ككبار بس أنا بقول أنتوا ككبار تعرفوا بقى مصلحتكم اللي عايز يعمل حاجة صح اللي عايز يعمل حاجة غلط يعمل هو حر إنما لما بدينا مسئولين عن أطفال المفروض إن إحنا بنوفر لهم الظروف كل الظروف اللي نقدر عليها عشان ما يبقاش في حاجة تضرهم فتخيلوا بقى بإحنا بندرهم في المناعة وبندرهم في الهضم وبندرهم في مهارات التناسق اللي هي معتمدة على الجهاز العصبي أصلا يعني حاجات كتيرة قوي بندرهم في حاجات ويبقى نجيب لهم كوابيس ويبقى عندهم سوق حلة مزاجية كل ده ليه؟ ما يناموا الأطفال تنام وإحنا كمان نبقى زيهم ننام بدري ونصح بدري تمام؟ طيب